يتواجد لاعب المنتخب الجزائري سعيد بن رحمة في وضعية لا يحسد عليها حيث سيكون مهددا بالإيقاف عن لعب البطولات الأوروبية على خلفية ما حدث في مباراة نصف نهاء الدوري الأوروبي ضد نادي الكامار الهولندي وقالت صحيفة التليغراف البريطانية إن سعيد بن رحمة جناح نادي ويستهام الإنجليزي رفقة زملائه المهاجم الجامايكي مايكل أنطونيو والثناء الإنجليزي ديكلان رايس وفيلين داونز مهددين بعقوبة قاسية تتمثل في إيقافهم عن لعب البطولة القارية خلال الموسم المقبل وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بن رحمة ورفاقه سيكونون قادرين على الدفاع عن أنفسهم أمام لجنة تأديبية ورجح التليغراف أن يؤخر الاتحاد الأوروبي قراراته بشأن لاعب ويستهام الأربع لما بعد إقامة المباراة النهائية لدور المؤتمر وفق ما نقله موقع وينوين ويلتقي ويستهام مع فيورنتين الإيطالي في نهاي دور المؤتمر يوم سابع جوان المقبل بالعاصمة تشيكيا براد وتأهل ويستهام إلى المقابلة النهائية بتفوقه على الكامار بثلاثة مقابلة واحد في مجموع المبارتين في نصف نهاء البطولة القارية وأبدى بن رحمة سياءه العميق مما حصل عقب نهاية المواجهة من أحداث خطيرة كما وصفها نغصت فرحة المطارق بالمرور إلى المباراة النهائية وقال اللاعب السابق لنادي برينتفورد في تصريحات لقناة كانال بلوس في هذا الصدد ليس من الطبيعي أن تصل جماهير الكامار إلى تلك الأماكن التي تتواجد فيها عائلتنا هكذا بكل بساطة وفي غياب الأمن وامتعد لعب المنتخب الجزائري من انعدام الأمن في ملعب آفاس بألكامار كما أضاف قائلا من غير المقبول غياب الأمن في مثل هذه المواعيد لقد كان هناك أجداد وأمهات وآباء في تلك المدرجات ووصف برحمة في نهاية تصريحه الحادثة بالأمر الخطير لأن عائلات اللاعبين لم يكونوا في أمان على مدرجات الملعب وللإشارة فقد شهدت نهاية مباراة نادي ويستهام الذي ينشط في الدور الإنجليزي ويلعب له الدولي الجزائري سعيد بن رحمة شهدت شجارا عنيفا بين عدد من لاعب النادي وأنصار نادي الكامار الهولندي شهدت شكرا